مرحبا بحضرتكم مرة تانية معنا في الحياة الآن ونستكمل مع حضرتكم أخبرنا قالت وزارة الداخلية في بيان لها أن قوات الأمن ألقت القبض على 183 من المتظاهرين المشاركين بالمسيرات التي دعت لها جماعة الإخوان بالقاهرة والمحافظات وذكر البيان أن المتابعات الأمنية رصدت خروج عدد من المظاهرات والمسيرات بعدد من الشوارع والميادين ببعض المحافظات عاقوا خلالها حركة المرور وتدخلت على إثرها قوات الأمن لفضلها وتفريقها باستخدام المياه والغاز بعد انذارهم وحالت دون استمرار الاشتباكات التي حدثت بينهم وبين عدد من الموطنين في بعض المناطق كما ألقت قوات الأمن القبض على 22 متهمة من في إطار ملاحقة في إطار ملاحقة الأجهزة الأمنية للعناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب العديد من الحوادث التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة وبعد المنشآت الحيوية ودور العبادة خلال الفترة الماضية فقد أكدت معلومات قطاع الأمن الوطني تورط المدعو أحمد عزة محمد شعبان في واقعة اختيال الشهيد المقدم محمد مبروك واختباءه بمدينة الرحاب بالقاهرة وعقب تقنين الإجراءات استهدفت مأمورية من قطاعي الأمن الوطني والأمن العام مدعومة بقوات الأمن المركزي مسكن المسكور وحال استشعاره باقتراب القوات قام بإطلاق النيران بكساف اتجاهها حيث اتخذت القوات مواقعها وبادلته واستمر تبادل النيران حوالي خمس ساعات كاملة أصفرت عن إصابة ضابط المجندي وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته كمية كبيرة من القنابل والمتفجرات والأسلحة النارية والزخائر والأدوات المستخدمة في تصنيع المتفجرات وبياناتها كالآتي مدفع أربي جي وسلاس قزائف أربي جي ست بنادق آلية اتناشر خزن آلية معبئة بالطلقات تلات تلاف وخمسمائة طلق آلية تسع قنابل يدوية اتنين قنبلة محل الصنع مزودتان بتايمر وأربعة ريموت لتشغيلهما تمانية وعشرين زراعة وتيلة أمان خاصة بالقنابل اليدوية ومجموعة تشغيل قنبلة يدوية خمس مفجرات هواتف محمولة مائة كيلو جرام من مادة تي ان تي شديدة الانفجار أربع طبنجات اتنين تركي الصنع طبنجة صوت معدل طبنجة صوت وكمية من التلقات تسع ملي وبيلي حديدي قطع وأدوات تستخدم في تصنيع المتفجرات ستة هاتف محمول اتنين ألم تصوير سري بعض الملابس والرطب الشرطية مبالغ مالية وعملات أجنبية أربع لوحات سيارات معدنية وقد أرشد المتهم عن سيارتين ملاكي إحداهما استخدمت في حادث اختيال الشهيد المقدم محمد مبروك كما أكدت المعلومات والتحريات تورط المدعو محمد عبدالغني علي عبدالآدر وشهرته محمد تبارك في حادثي تفجير قسم شرطة إمبابة والتعدي على مرتادي كنيسة الورياء بمحافظة الجيزة وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمحل إقامته بمحافظة الجيزة وضبطه وتؤكد وزارة الداخلية على إصرارها في المضي قدما لأداء واجبها في حماية الوطن والتصدي للبؤر الإجرامية والإرهابية والخارجين عن القانون والشرعية التي أقرها الشعب في 30 يونيو بكل حزم وقوة ووفقا لأحكام القانون في ظل محاولات البعض منهم النيل من الاستقرار الداخلي وزعزعت أمن البلاد